موسيقى رئيس سيسي يوجه الحكومة والبنك المركزي ببلورة مبادرات جديدة لتحفيظ وجذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة زعيمة حزب إخوة إيطاليا الفائزة بالانتخابات العامة في إيطاليا تؤكد استعدادها لدعم العلاقات مع مصر على كافة الأصعادة أمين عام النيتو يؤكد أن أي محاولات روسية لاستهداف منشآت تابعة للحلف ستقابل برد موحد السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرانتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلورة مبادرات جديدة لتحفيظ وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة والمتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد والإجراءات ذات الصلة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال اللقاء أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى دول الاقتصادية على مستوى العالم مؤخرا وذلك للتعامل مع التدعيات وتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهمة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وما يستدبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للمؤامة مع تداعيات تلك الأزمة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة وقد استعرض السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالمي مؤخرا وذلك للتعامل مع التداعيات وتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وما يستدبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للمؤامة مع تداعيات تلك الأزمة موضحا تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة وجهود توفير مستلزمات الانتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية وذلك في إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن الذي تنتهجه الدولة وقد وجه السيد الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذبي الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد في مقابل متطلبات التنمية أكد رئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية وخلال استقباله وفداً اقتصادياً كويتياً أعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح تعاون الأخوية بين مصر ودولة الكويت استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً اقتصادياً كويتياً من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة السيد محمد جاسم السقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياتي إلى شقيقيه صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت معرباً سيادته عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت أهلاً وسهلاً بيكم في بلدكم مصر سعداء بوجودكم في بلدكم ومتشرفين بيكم منرحب بيكم وانتم معارفين العلاقة الطيبة جداً جداً بين مصر والشقيق الكويت على المستوى الشعبي وعلى المستوى الحكومي ده تاريخ ودي علاقة احنا بنسعب بيها ونتشرف بيها وبنفخر بيها ايضاً فيه فرص كويسة في مصر وإحنا بازلنا جهد خلال السنين اللي فاتت ديت عشان لو إحنا بنتكلم على استثمار حقيقي يبقى جاهزين كدولة لهذا الاستثمار يعني لما يكون في حد سواء كان مستثمر أو الشركات عايزة تشتغل أو ده كنا مهم أو أن احنا نجهز الدولة المصرية لذلك ثم الفرص الاستثمارية اللي موجودة احنا بنكلف بلد قوامها بالوقت 140 مليون وبتزيد تقريباً كل سنة 2.5 مليون ده سوء كبير وبرضو نفس الكلام احنا لنا اتفاقيات تجارة حرة مع كل إفريقيا ومع أوروبا وحتى مع منطقتنا العربية وبالتالي ده أيضاً فرصة أخرى للنفاذ المنتجات المصرية أو اللي حتصنع في مصر يعني إلى هذه الأسواق البنية التشعية اللي موجودة بنية حاسمة وحاكمة وفيه إرادة حقيقية للدولة إن هي فعلاً يعني تحمي وتحافظ على استثمارات كل المستثمرين في النهاردة الرخصة الزهبية يعني احنا منقول ده عشان نبقى برضو ده واضح بالنسبة لكم لأن هذه كانت نقطة من النقاط اللي بتعمل عرقلة وبتدايق أي مستثمر يشتغل يلاقي الموضوع بياخد وقت طويل جداً النهاردة بنتكلم على هل البنية الأساسية جاهزة ولا لأ نحن لدينا بنية أساسية متطورة في الدولة بكل ما تعنيها هذه الكلمة خلال ثمان سنوات عملنا عدد تأهيل لقدراتنا وتطوير البنية الأساسية للدولة حتى تستطيع أنها تبقى أرضية حقيقية لأي استثمار في مصر أو لأي تنمية أي تنمية عشان نعملها كان لابد أن يكون فيه طاقة وأنا بقول لكم اللي عندناش لمشكلة طاقة لا في الكهرباء ولا في الغاز بأي كميات الاصطناعة داخل الجمهورية ثم كل القطاعات متاحة يعني كله متاحة يشتغل فيه المواني احنا بنقول 72 كيلو أرصفة 72 كيلو في السخنة الوحدة أكتر من 15-16 كيلو بيتعاملوا خلال سنة هيكونوا خلصانين فده كل ده يعني عشان نجهز الدولة لو فيه شغل يتعامل يبقى حضرك لو ليك هايستصدر يبقى تلاقي مواني على البحر الأحمر مواني على البحر المتوسط تقدر تخرج بها بشبكة طرق محترمة بشبكة قطر كعرباء سريع محترمة تحقق ده ثم طبعا المواني المتارات وبقية الأمور اللي هي بنبقى محتاجينها في كمرافق أو كبنيا أساسية فأنا برحب بيكو أهلا وسهلا وصعداء أنتم موجودين في مصر بلدكم أهلا وسهلا شكرا أعربت جورجيا ميلوني زعيمة حزب إخوة إيطاليا عن شكرها وامتنانها لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزها في الانتخابات العامة الإيطالية وأكدت ميلوني استعداد إيطاليا للتعاون المشترك ودعم العلاقات الثنائية مع مصر خاصة في قطاعات أمن الطاقة وقضايا الشرق الأوسط واستقرار حفظ البحر المتوسط أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستمرار في تكتيف الجهود للمساعدة في رفع المعنى عن المرضى ودويهم وتوفير كل سبل الدعم الممكن لهم وخلال متابعته لجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس على مدار ربع الثالث من عام 2022 أشار التقرير الذي طلقه رئيس الوزراء بهذا الشأن أنه تمت الاستجابة إلى 1530 استغاثة طبية تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعية وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدرسة العليا بروتوكول تعاون مجامعة كفر الشيخ لتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية التي يمتلكها الطرفين وأكد مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا للدرسات العليا على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية لتخريج كوادر متعاقبة مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنها ويهدف البروتوكول إلى دعم أواصر التعاون البناء وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية من خلال عقد عدد من المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية بين الطرفين نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لسفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي والوفد المرافق له وذلك لمحطة معالجة مياه بحر البقرة وأشهد سفير الياباني بالقاهرة بزيارة وما لمساه من دور تنموي هائل للقوات المسلحة ودعم المجتمع المدني من خلال تلك المشاريع التنموية العملاقة مؤكدا أهمية التعاون وشراكة بمختلف المجالات بين مصر واليابان قامت أجهزة وزارة الداخلية بتنفيذ الخطط الأمنية الشاملة التي أعدتها لتأمين كافة المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية لإليها وتعزيز التواجد الأمني والمروري بكافة المحاور والميدين والطرق الهامة مع بداية العام الدراسي الجديد مع انطلاقة عام دراسي جديد كثفت وزارة الداخلية من انتشارها الأمنية على مستوى الجمهورية لتأمين المدارس والجامعات حيث وضعت الوزارة خطة أمنية متكاملة لتحقيق مزيد من الأمن والأمان لجموع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية بصراحة قول لما جيت ولقيت أفراد الشرطة نفسهم وهم اللي وقفين على باب المدرسة في وجود أول يوم دراسي والطلبة والبارنس ونفس كتيرة دخلة ولاقي المنظر ده بصراحة يعني انبهرت حسيت بأمن أكبر وحسيت إن الدنيا بخير أكتر وحسيت إن احنا طالعين له قدامه أكتر وتشكرين مش هنقول حاجات عادي أغرقين شكراً جداً لكم إن انتوا وقفين وبتحمونا الحمد لله لقيت الشرطة وقفة والواحد يأمن على أولاده في المدرسة الحمد لله ترتكز الخطة الأمنية على وجود ارتكازات أمنية بمحيط المدارس بينها عناصر من الشرطة النسائية لبث طمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الأمور وجود الأمن ممتاز جداً وده بيدي أمان للأهالي كلها إن هي تبقى مرتاحة وتبقى حسن هي فيه تواجد للأمن بالذات أطفال لسه في سنين صغيرة كمان وبيحتاجون أنهم ما يحسوا بالأمان كما تعتمد الخطة الأمنية على نشر الأقوال الأمنية التي تجوب الشوارع والميادين لرصد ومتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة هذا شيء جداً للأولاد أمان عليهم وهم بيعادوا حتى عشان العربيات اللي بتبقى جاية مستعجلة وأمان للأهالي نفسها وكده الواحد يبقى متطمن عليهم أكتر حاجة كويسة جداً أنا بقى حاسة بالأمان من الدرجة دي يعني إن فيه شرطة موجودة دعيني الأمن العادي اللي موجود في المدرسة فدي حاجة بالنسبة لي مريحة جداً ومع زيادة الكثافات والأحجام المرورية مع بداية العام الدراسي تم تكثيف الانتشار المروري بالشوارع والميادين لسحب الكثافات وتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات مع ربط الخدمات المرورية بغرف عمليات المرور لرصد الحالة المرورية على مدار الساعة وأماكن الزحم وتعامل الفورية معها إحنا جينا الصبح لقينا الشرطة وقفة وموجودين والحمد لله ما خلينا بالهم من ولادنا مشاهد الوجود الأمني بمحيط المدارس والشوارع والميادين تتصدر المشهد في عام دراسي جديد وتبعث برسائل أمان للطلاب وأولياء أمورهم وتؤكد مدى الجاهزية والاحترافية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية لبسط الأمن في ربع الوطن انتشار أمني فعال بمحيط المدارس وأمامها مع بداية عام دراسي جديد وفقا للخطة التي وضعتها وزارة الداخلية في هذا الشأن وهو ما يسهم في بسط مأنينة في نفوس أولياء الأمور والطلاب مع بداية عام دراسي جديد عبدالبركات التلفزيون المصري تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 408 قضايا تامونية بمضبطات 113 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 6 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي تم ضبط 97 طن أما في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء فتم ضبط 10 أطنان حديد تسليح وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية من بينها 64 قضية خبز ناقص الوزن و58 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعيرة تم ضبط 19 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 211 طن بحث وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس مؤسسة فريدرش إيبيرت الألمانية مارتين شولتس التعاون بين الجانبين وأكد وزير الخارجية اتساق رؤية ومبادئ المؤسسة مع رؤى ومبادئ الدولة المصرية الأمر الذي ينعكس في حرص مصر على تيسير عملها وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة لدعم مشاركتها في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر كما أحرص وزير الخارجية على إطلاع شولتس على الرؤية المصرية إزاء عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على الاقتصاديات الدولية أو الاقتصادات الدول النامية ومن بينها مصر خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة فضلا عن تأثيرها على الوضع الجيوستراتيجي الدولي أكد الرئيس العراقي ببرهم صالح أهمية الخروج من الأزمة السياسية في البلاد عبر الحوار وخلال لقاءه وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جانان بلاس خارت تم بحث الأوضاع الأمنية السياسية بالعراق حيث تم تأكيد على ضرورة تلبية الاستحقاقات الوطنية والوصول إلى نتائج إيجابية تضمن الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا بقبول استقالة الحكومة الكويتية ووجه أمير الكويت الوزراء بتسيير أعمال وزراتهم لحين تشكيل حكومة جديدة ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح قدم استقالة الحكومة خلال لقائه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جرودنبيرج فرص تمديد الهدنة في البلاد وأكد العليمي التزام المجلس والحكومة اليمنية بنهج السلام العادل والمستدام على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وأشهد العليمي بدور المبعوث الأممي لإحلال السلام والاستقرار مؤكدا دعم المجلس والحكومة اليمنية لهذه الجهود وأهمية مضاعفة الضغوط الدولية لدفع قوات الحوث لتغليب مصلحة الشعب اليمنية قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي أنسي ستولتنبيرج إن أي محاولات روسية لاستهداف منشآت تابعة للحلف ستقابلها برد مؤحد فأضف ستولتنبيرج أن استعادة أوكرانيا السيطرة على منطقة ليمان الواقعة داخل الأراضي التي أعلن عنها الرئيس الروسية بلاديمير بوتين ضمها تظهر أن الأوكرانيين يحاققون تقدمنا وأن بوسعهم دحر القوات الروسية مشيرا إلى أن مواصلة دعم الحكومة في كييف أفضل وسيلة لمواجهة مقامة به روسيا من إعلام نضم مناطق من أوكرانيا أعلن رئيس الأوكراني بلاديمير زلانسكي أن بلدة ليمان أصبحت خالية تماما من القوات الروسية وكان زلناسكي قد أعلن أن جيشه الذي بات يسيطر على المدينة في شرق البلاد سيستعيد الأيام القادمة مدنا أخرى في منطقة دونتك التي أعلنت روسيا ضمها رسميا الجمعة الماضية تعهد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بالعمل مع شركائه الأوروبيين على فرض عقوبات جديدة على روسيا بعد ضم موسكو أربعة مناطق أوكرانية وأعلن قصر الإليزي أن ماكرون وخلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني بلاديمير زلانسكي جدد التأكيد على تصميم فرنسا على مساعدة أوكرانيا في استعادة سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها وكان الاتحاد الأوروبي قد رد على ضرورة ضم روسيا أربع مناطق أوكرانية باقتراح تحديد سقف لأسعار النفط الروسية وفرض عقوبات إضافية على التعاملات التجارية مع موسكو أحل رئيس الروسي فلاديمير بوتين أربعة مشاريع قوانين دستورية اتحادية إلى مجلس الدومة بشأن ضم أربع مناطق أوكرانية إلى بلاده هذا ومن المقرر أن ينظر مجلس الدومة في مسودة قوانين دستورية حول انضمام دونستيك ولوهانستيك وخيرسون وزاب روجيا إلى روسيا في جلسة عامة غدا هذه بلدان رابطة الدول المستقلة قالت وكالة الأنباء الروسية التاس إن موسكو ستجري انتخابات برلمانية في دونستيك ولوهانستيك وخيرسون وزاب روجيا في سبتمبر عشرين ثلاثة وعشرين هذا وصدقت المحكمة الدستورية الروسية على وثائق انضمام دونستيك ولوهانستيك وخيرسون وزاب روجيا إلى روسيا وذلك بعد إجراء استفتاءات شعبية في هذه المناطق وتوقيع رئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاتفاقيات الخاصة بانضمام هذه المناطق لروسيا أعرب بابا الفاتيكان البابا فرانسيس عن خالقه العميق إذا أتصاعد الأوضاع في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية منددا بخطر وقوع حرب نووية كارثية تشكل خطرا على البشرية بسبب تصاعد التوترات وفي حديثه بساحة القديس بيتر ناشد البابا فرانسيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف دوامة العنف والموت في أوكرانيا من أجل شعبه أيضا كما دع البابا الرئيس الأوكراني فلاديمير زلناسكي إلى الانفتاح على مقترحات السلام الجد وأحث المجتمع الدولي على استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية لإنهاء هذه المأساة الضخمة قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه من المتوقع أن يعقد رئيس الوكالة رافايل جروسي محادثات في موسكو وكييف هذا الأسبوع وذلك بشأن إنشاء منطقة للحماية حول محطة دابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن جروسي يواصل مشاوراته ضمن الجهود الأخرى الرامية إلى الاتفاق على منطقة أمان وأمن نووي حول زابوريجيا وتنفيذها في أقرب وقت ممكن كشفت الاستخبارات الروسية عن وجود أدلة تشير إلى تورط الدول الغربية في تفجيرات بخط الغاز نوردستريم من جانبها أعلنت توزيرة الدفاع الروسية أنه تم القضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين بالإضافة إلى تدمير عشرة الدبابات والآليات العسكرية أكد المستشار النمسوي كارل نهمر سعي بلادي إلى تحرير نفسها من الاعتماد على روسيا وتطوير أمن الطاقة لديها أقل نهمر أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحفاظ على حالة التوافق السياسي والدفاع عن أوكرانيا في مواجهة الحرب الراهنة مشاددا على أن أوقات الأزمات الحالية تتطلب تنسيقا دوليا رفيع المستوى كما شادت المستشار النمسوي على أنه من المهم أيضا في أوقات الأزمات تطوير قدرات دفاعية ضد دعايات السياسية يناقش وزراء الاقتصاد والمالية في منطقة اليورو غدا الأثنين في لغسنبورغ كيفية مواجهة التضخم القياسي الذي وصل لنسبة عشر بالمئة لسيام أزيادة في فتورة الكهرباء بسبب مشاكل إمدادات الطاقة وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الناتج المحلي الإجملي لمنطقة اليورو في عام عشرين ثلاثة وعشرين بنسبة ضئيلة لا تتجاوذ ثلاثة من عشر في المائة وتحذر من أنه إذا كان هناك نقص في الغاز فإن العديد من الاقتصادات سيكون محكوم عليها بالركود قال وزير الطاقة الإيطالي روبرتو سينجولاني إن إيطاليا ستكون قادرة على اكتياز فصل الشتاء بمستويات تغزين الغاز وتدفقه الحالية ما لم تكن هناك أحداث كارثية وأضاف أن مخزون بلاده من الغاز يتخطى تسعين بالمئة من السعة مضيفا أن الغاز لا يزال يتدفق إلى إيطاليا التي يمكن أيضا أن تعتمد على قطة توفير قبل الشتاء أقرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بأنه لن يتعين عليها بذل المزيد من الجهد لتهيئة الأجواء بشكل أفضل لخطتها للنمو الاقتصادي من أجل تقليل رد فعل السوق وقالت تراس أنها تريد طمأنة البريطانيين بأن خطتها ستصب في مصلحتهم على المدى الطويل بعد أسبوع من كابوس سياسي واقتصادي هز الأسواق المالية البريطانية تعمل رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس على توضيح مواقفها قبل مواجهة حزبها الذي يتصعد فيه الغضب وذلك في المؤتمر السنوي للمحافظين وبعد أقل من شهر على توليها رئاسة الحكومة لا تزال خطة التخفيض الضريبي الهائلة التي كشفتها الأسبوع الماضي رئيسة الوزراء ووزير ماليتها تثير الجدل وأدى إعلان الخطة إلى حالة دعر في الأسواق وانخفض سعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوى تاريخي وانتقد صندوق النقد الدولي المشروع بينما اضطر البنك المركزي إلى التدخل بشكل عاجل لتهدئة الأمور وبعد أيام من الصمت في مواجهة الموقف اعترفت لسدراس بحدوث اضطرابات لكنها استبعدت التراجع عن الخطة قائلة إن الشتاء سيكون صعبا إلى ذلك تراجع حزب المحافظين في استطلاعات الرأي مع تقدم المعارضة العمالية بفارق 33 نقطة حاليا وفقا لدراسة نشرها معهد يغاف في سابقة لم تسجل منذ تسعينيات القرن الماضي وعهد توني بلير رئيس الوزراء الأسبق وأفاد استطلاع آخر للرأي نشرت نتائجه الجمعة بأن أكثر من نصف البريطانيين يعتقدون أن رئيسة الوزراء يجب أن تستقيل وكان صندوق النقد الدولي قد أكد أن خطط الخفض الضريبي وهي الأكبر في تاريخ بريطانيا والمقرر تطبيقها في نوفمبر ستزيد عدام العدالة بين المواطنين السادسة متواصلة مع حضراتكم وتتابعون فيها موسيقى تواصل التصويت في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل وسط منافسة حامية بين داسيلفا وبولسونارو موسيقى موسيقى وفي تصريحات له قلد سلبة إنه قادر على مساعدة البلاد للعودة مرة أخرى إلى قوتها وطبيعتها قبل أربع سنوات لم أستطع التصويت حيث تم احتجازي من قبل الشرطة الفيدرالية في يوم الانتخابات بعد مضي أربع سنوات على هذه الواقعة الآن أنا أدلي بصوتي في الانتخابات مع الاعتراف بحرياتي الكاملة وإمكاني أن أكون مرة أخرى رئيسا لهذا البلد ومحاولة مساعدته على العودة إلى طبيعته من جهته أدلأ الرئيس البرازيلي الحالي جيار بولسونارو وبصوته في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وفي كلمة له دعا بولسونارو البرازيليين إلى المشاركة بفاعلية في تلك الانتخابات مشيرا إلى أن صوت الشعب يحمل أهمية كبيرة وأوضح أنه متم العمل من أجل إجراء انتخابات نازيهة تعبر عن إرادة الشعب البرازيلي انتخابات رئاسية تشهدها البرازيل يتنافس فيها أبرز مرشحي البلاد الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو مع مرشح اليسار الرئيس السابق لويس إناسيو لولا دا سلفا ودعي أكثر من 156 مليون برازيلي إلى التصويت في البلد التي تقع في أمريكا اللاتينية وفي السادسة والسبعين من عمره يسعى لولا دا سلفا رئيس البلاد من 2003 إلى 2010 والعامل السابق في قطاع المعادن وصاحب المسيرة الاستثنائية لولاية جديدة ثالثة تؤمن له عودة لم تكن متوقعة بعد أربع سنوات من سجنه المثير للجدل لشبهات فساد في المقابل ترجعت شعبية الرئيس اليميني المتطرف والبالغ من العمر 67 عاما بسبب أزمة كورونا والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في بلد يعاني فيه أكثر من 30 مليون شخص من الجوع لكن بولسونارو ما زال مقتنعا بأنه سيعاد انتخابه وللفوز في الجولة الأولى يجب أن يحصل مرشح على أكثر من 50% من الأصوات المحتسبة التوتر بين المرشحين كان ملموسا وسط تبادل لولا دا سلفا وبلوسونارو لاتهامات ويبدو أن نقل السلطة قد يكون أكثر صعوبة في حال فوز مرشح اليسار لولا دا سلفا إذا استمر أسابيع طويلة قبل تنصيبه في الأول من يناير وفي هذا الإطار اعترف لولا دا سلفا بمخاوف من حصول اضطرابات خلال الفترة الانتقالية لتسلم السلطة يأتي ذلك فيما أعطى جاير بلوسونارو إشارات عدة لأنه قد لا يعترف بالنتائج في حال هزمته ملمحا لمخاطر حصول تزوير دون أن يقدم أي دليل على ذلك موسيقى 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 اشتركوا في القناة في لادفيا فاز حزب الوسط الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهي ولايته كريسيانيس كارينز في الانتخابة التشرعية وذلك بحزب النتائج الأولوي الأولية التي تشمل 96% من مراكز الاقتراع وتعزز نتائج الاقتراع من فرص كارينز في أن يكلف بتشكيل حكومة جديدة حين يبدأ البرلمان الجديد عمله مطلع نوفمبر في الدولة الواقعة على بحر البلطيق والتي تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطية يواصل الناخبون في بلغاريا لإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة بعد انهيار الحكومة المركزية في البلاد بقيادة رئيس الوزراء كارل بيتكوف ويصوت البلغاريون للمرة رابعة في أقل من عامين في انتخابات عامة تغط عليها الحرب في أوكرانيا هذه المرة وارتفع تكليف الطاقة والتضخم المتسارع وسط انقسام عميق في صفوف النخبة السياسية يدل الناخبون في بلغاريا بأصواتهم في رابع انتخابات عامة تشهدها البلاد في أقل من عامين الاضطراب السياسي المطول في البلاد يهدد بتقويض طموحات البلاد للانضمام إلى منطقة اليورو في عام 2024 وسط معدل تضخم مرتفع وأسعار حادة للطاقة استطلاعات الرأي تشير إلى أن ما يصل إلى ثمانية أحزاب سياسية قد تدخل البرلمان المقبل مع احتلال حزب يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف المقدمة بما يتراوح بين 25% و 26% من الأصوات ويحتل المركز الثاني حزب نواصل التغيير بزعامة رئيس الوزراء الإصلاحي كيريل بيتكوف الذي انهارت حكومته الاقتلافية في يونيو الماضي بحصوله على ما يتراوح بين 16% و 17% في استطلاعات الرأية ويزعم بيتكوف أن موسكو استخدمت ما وصفه بتكتيكات الحرب الهاجينة لإسقاط حكومته بعد أن رفضت سداد فواتير الغاز بالروبل وأمرت بطرد 70% من الدبلوماسيين الروس من بلغاريا هذا وخاض البلغار بالفعل ثلاثة انتخابات تشريعية العام الماضي حتى نجح بيتكوف في تشكيل اتلاف حكومي في ديسمبر لكنه انقسم في بداية يونيو مما أدى إلى حجب البرلمان الثقة عن بيتكوف بعد ستة أشهر من تعيينه على خلفية الخلافات المتزايدة بسبب الأزمة في أوكرانيا توجه الناخبون في البوسنة إلى صندوق الاقتراع لاختيار أعضاء الرئاسة الجماعية الجديدة وأعضاء البرلمان وتأتي الانتخابات وسط أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ نهاية الحرب في التسعينيات مدفوعة بالسياسات الانفصالية للقيادة الصربية وتهديدات من الكروات البوسنيين بعركلة تشكيل حكومة وتتألف البوسنة من منطقتين تتمتعان بحكم ذاتي وهما جمهورية الصرب التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقسمان أو يتقسمه مسلم البوسنة والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة أفادت وسائل إعلام ألمانية أن وفدا من ستة نواب ألمان وصل إلى تايوان في زيارة تستغرق خمسة أيام تتضمن اجتماعات مع رئيسة تنفيذية لتايوان ونائبتها ورئيس البرلمان وقالت مصادر إعلامية ألمانية أن الزيارة تهدف إلى تقييم الوضع الأمني لتايوان وبحث تطورات الاقتصادية والسياسية للجزيرة تأتي هذه الزيارة بعد شهرين من زيارة رئيسة مجلس نواب الأمريكي نانسي بلوسي إلى تايوان وما تبعها من إجراء الصين لمناورات عسكرية واسعة نتاق حول تايوان التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها أعلنت السلطات المحلية في فينزولا ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد خلال الأسبوعين الماضيين إلى 13 شخصا وأوضحت السلطات أن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على ثلاثة مفقودين على الأقل مؤكدة أن الأحوال الجوية السيئة تسببت في أضرار جسيمة بالطرق العامة فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة ولايات بالبلاد ما زالت موجات الطقس السيء تضرب العديد من الدول والعواصم حول العالم فبعد الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان والمكسيك وغيرها من الدول جاءت فينزولا لتشهد حالة من الأمطار الغزيرة في العديد من المناطق السلطات في فينزولا أعلنت ارتفاع حصيلة الضحايا نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها إلى 13 شخصا وفقدان آخرين مع صعوبة عمليات الإنقاذ وتسببت الأمطار الغزيرة في إحداث أضرار كبيرة في البنية التحتية والطرق في فينزولا حيث كشفت السلطات أن الأحوال الجوية السيئة تسببت في إحداث ضمار بعدد من ولايات تتشيرة الواقعة غرب البلاد فضلا عن العديد من الأضرار في الطرق العامة وانقطاع التيار الكهربائية وتحدثت السلطات عن أضرار في الطرق العامة وانقطاع التيار الكهربائية كما أصبحت كراكاس مركزا لتنسيق عمليات الطوارئ استعدادا لهطول أمطار بمعدلات تاريخية هذا العام منظمة الأرصاد العالمية تشير إلى أن بعض التنبؤات طويلة الأمد حتى عام 2023 تؤكد احتمالية استمرار ظاهرة النينيا والتي تمثل انخفاض درجات حرارة سطح المحيطات على نطاق واسع وذلك في وسط وشرق المحيط الهادي الاستوائي إلى جانب تغيرات في دوران الغلاف الجوي المداري مثل الرياح والضغط وهطول الأمطار وعادة ما تكون لها أثار عكسية على التقص والمناخ وهو الأمر الذي تعاني منه العديد من الدول حول العالم ارتفعت حصيلة الضحى يجراء أعصار إيان في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 47 شخصا وضمر إعصار إيان الجسر المؤدي إلى جزيرة باين وهي أكبر جزيرة قبالة ساحل خليج فلوريدا وأصبح الوصول إليها عن طريق القوارب أو الجو فقط إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيتوجه غدا ترافق سيدة الأولى لمدينة بورتوريكو التي واجهت ضمارا كبيرا من جراء إعصار فيونا مضيفا أن بايدن سيتوجه الأربعة المقبل إلى ولاية فلوريدا نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء إنشاء الحكومة 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن المركز الإقليمي لزراعة الأعضاء والمقرر إنشاؤه داخل المدينة الطبية المستحدثة بمعهد ناصر سيتضمن 12 غرفة عمليات فقط و300 سرير داخلي بالإضافة إلى 52 سرير رعاية فائقة و56 سرير رعاية متوسطة قامت الدولة بالتطوير مضمار الهيجن بشرم الشيخ استعدادا لاستقبال بطولة الهيجن العربية الدولية نوفمبر المقبل وذلك بالتزامن مع انتلاقي قمة المناقب 27 وأشمل التطوير إنشاء شبكة طرق جديدة بطول 18 كيلو مترا ورفع كفاءة الطرق القديمة وتوسعتها مشروعات الإنشاء والتطوير لا تتوقف بمدينة شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ كوب 27 فمضمار الهيجن بالمدينة لم يكن بمعزل عن هذا التطوير لاستقبال الضيوف المشاركين في بطولات الهيجن المختلفة من خلال منصة رئيسية في ثوبها الجديد ورفع كفاءة المضمار بطول 6 كيلو مترات بالإضافة للانتهاء من إنشاء الوحدة البيطرية التي تقدم خدماتها الطبية للإبل التي تشارك في البطولات تم تطوير في المدمار الهيجن أولاً بالمنصة الرئيسية تم تطويرها بالكامل إن كانت مكشوفة تم عمل إزاز حوالين المنصة بالكامل ومظلات للمنصة الجانبية يمين وشمال المنصة تم إنشاء مستشفى بطري لرعاية الإبل الموجودة هنا في المضمار تم إنشاء عزب لاستضافة الإبل ورعاة الإبل اللي موجودين إن شاء الله اللي بيشاركوا معنا في المهرجانات التطوير يشمل إنشاء شبكة طرق جديدة بطول 18 كيلو متراً ورفع كفاءة الطرق القديمة وتوسعتها كما شمل التطوير إنشاء مسجد والبدء في المرحلة الأولى من أماكن إيواء الهيجن والتي تشمل 29 عزبة فضلاً عن تطوير أعمال الإنارة ليصبح أول مضمار دولي للهيجن مضاء ليلاً ليحقق هذا التطوير حلم محب مسابقات الهيجن العالمية خاصة مع استضافة المضمار للبطولة العربية الدولية للهيجن أواخر نوفمبر المقبل بمشاركة الآلاف من مختلف الدول العربية تطوير مضمار الهيجن يتزامن مع استعداد مدينة شرم الشيخ لاستقبال ضيوفها وقتاً عقاد قمة المناخ كوب 27 ليؤكد على عبق التراث التاريخي البدوي وإعلان جاهزيته لاستضافة بطولات الهيجن العربية الدولية من مدينة شرم الشيخ محمود جميل التلفزيون المصري أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بأن يكون مؤتمر المناخ بداية لإعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديق البيئة جاء ذلك خلال اجتماع عقده لاستعراض استعدادة استضافة مصر لقمة المناخ وخطة نقل الوفود المشاركة خلال فعالية القمة هذا وتشارك وزارة التنمية المحلية عبر هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب الإسكندرية بعدد مائتين وعشر أتوبيسات منها مئة أو مئة أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعي ومئة وعشرة تعمل بالكهرباء وذلك بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي أكد محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة أن الاستثمارات في قطاع التعليم بشمال سيناء بلغت مائتين واربعين مليون جنيه خلال العام الدراسي الجديد لافتا إلى إنشاء اتنتين وعشرين مدرسة ما بين إنشاء جديد وإضافة فصول لمدارس قائمة معلنا عن وضع حجر الأساس لمدرسة المتفوقين خلال الفترة المقبلة وافتتاح أربعين منزلا بدويا بمدينة الحسنة خلال أسبوعين وخلال افتتاح ثلاثة مشروعات خدمية وتنموية بمركز ومدينة الحسنة في وسط سيناء أكد شوشة أنه تم إنشاء عشرة تجمعات تنموية بمنطقة وسط سيناء من بينها ستة تجمعات بمركز نخلة وأربع تجمعات بمركز الحسنة حيث تم تسليم تسعة تجمعات منهم للمنتفعين وأضاف المحافظ أنه يتم تسليم كل منتفع منزل وخمسة أفدنة جاهزة للزراعة بالتقسيد وبدون أي فائدة أحد التجمعات في داخل محافظة شمال سيناء وهو تجمع كيلو واحد وستين وإحنا زي ما حضرتكم عارفين أنه سلمنا قبل كده ستة تجمعات رئيسية في مدينة نخل والنهاردة إن شاء الله بنسلم أربع تجمعات في مدينة الحسنة أن كل فرد له منزل وليه خمس فددين كاملة الترفيق لغاية زي ما بقول كده لغاية الخرطوم السستاشر ملي النقاط موجود وبنسلمه للمواطن قامت مؤسسة حياة كريمة بتوذيع 30 شنطة مدرسية على التلاميذ الأيتام والأولى بالرعاية بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الفيوم يأتي ذلك ضمن مبادرة راجعين نتعلم لسداد مصروفات المدارس وتوفير المستلدمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجاً في محافظات مصر بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس مبادرة راجعين نتعلم والانطلقت في جميع محافظات الجمهورية برعاية مؤسسة حياة كريمة للنهوض بالعملية التعليمية في جميع محافظات مصر انطلقت في محافظة الفيوم يوم 21 سبتمبر بتوذيع 1250 شنطة على 6 مراكز داخل محافظة الفيوم ومش بس الهدف ده الأساسي بتاعنا احنا كنا برضو بنسدد المصروفات المدرسية للأسر الأكثر احتياجاً وذلك للنهوض بالعملية التعليمية داخل المحافظة شاهدت مدارس محافظات الغربية التي تم تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة حضوراً طلبياً بعد تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتخفيض كتافة الفصول الدراسية وأكد محافظة الغربية طارق رحمي أن المبادرة الرئاسية غيرت معالم الكرة بمركز زفتة هذا وحرص المحافظة على مشاركة الطلاب في غرس الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة يقدم لنا أخبار الاقتصاد مصطفى ميزار فعد المصطفى شكراً إمام منصور وشكراً أمير العقدة أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة موسيقى نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ الكرار رسماً توضيحياً جديداً يتناول دور صندوق مصر السيادي في تحقيق التنمية الاقتصادية باعتباره الدرع الاستثمارية الأهم في الدولة وأوضح المركز أن الصندوق وقع عشر اتفاقيات ملزمة لمشروعات خلال عام 21 بإجمالي استثمارات 25.5 مليار جنيه بالإضافة إلى 44 مشروعاً تجرى دراستها باستثمارات متوقعة ب140 مليار جنيه في سبع قطاعات مختلفة أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الوحدات السكنية المنفذة في عام 2020-2021 بلغ 336.3 ألف وحدة باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه وأوضحت البيانات أن الإسكان الاقتصادي جاء في المرتبة الأولى طبقاً لنوعية البناء بعدد 169.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 53.10% ثم الإسكان المتوسط بعدد 123.7 ألف وحدة سكنية إلى سوق المال حيث أنهت البرصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تراجع للمؤشرات مدفوعة بمبيعات المسافرين العرب والأجانب مقابل مشتريات للمصريين سجل فيها رأس المال السوقي لأسم الشركات المقادة بالسوق مستوى 681.3 مليار جنيه وسط تدولات كلية بلغت أكثر من ملياري جنيه أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9827 نقطة ليتراجع بنسبة 43.100% ويُلق عند مستوى 9687 نقطة كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 2250 نقطة ليغلق متراجعاً بنسبة 41.100% عند مستوى 2217 نقطة وفتح مؤشر EGX100 عند مستوى 3188 نقطة ليهبط بنسبة 51.100% عند مستوى 3140 نقطة في أسواق العملات تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 19 جنيهاً و 49 قرشاً للشراء و 19 جنيهاً و 60 قرشاً للبيع بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه و 10 قرش الشراء و 19 جنيه و 22 قرشاً للبيع أما بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد وصلت قيمته إلى 21 جنيه و 75 قرشاً للشراء و 21 جنيه و 89 قرشاً للبيع أما بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و30 كرشاً للشراء و 5 جنيهات و 33 كرشاً للبيع وأخيراً الريال السعودي والذي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و 18 كرشاً للشراء و 5 جنيهات و 21 كرشاً بالنسبة للبيع تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية قبل اجتماع مرتقب لمجموعة أوبك فلس للبحث أوضاع سوق النفط العالمي في السعودية ارتفع المؤشر العام بنسبة 7 من 10 بالمئة للجلسة الرابعة على التوالي أما في الكويت فتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 62 من 100 بالمئة كما هبط مؤشر سوق البحرين بنسبة هامشية بلغت 4 من 100 بالمئة قالت مصادره في منظمة أوبك أن تكتل أوبك بلاس سيبحث خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يوميا لكن عندما يجتمع في الخامس من أكتوبر الجاري وستستضيف فيانا أول اجتماعا منذ مارس من عام 2020 بالحضور الشخصي للتكتل أوبك بلاس الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من خارج المنظمة ومن بينهم روسيا أظهرت بياناته لوزارة التجارة بكوريا الجنوبية أن العجز التجاري وصل إلى 3.77 من 10 مليار دولار في سبتمبر الماضي مترغيعا للشهر السادس على التوالي وأدى ارتفاع أسعار الطاقة أو السلعة الأساسية إلى تجاوز الوردات بنسبة الصادرات إذ ارتفعت الوردات بنسبة 18.6% عن العام الماضي بينما زادت الصادرات بنسبة 2.8% وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة ومعها نعود من جديد إلى إيمان وأميرة لاستكمال ما تبقى وعنوين الختم شكرا جزيلا لك وصطف انتهت نشرة السادسة ولا يتبقى سوى تسكرة بأبرز عنوينها رئيس سيسي يواجه الحكومة والبنك المركزي ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة زعيمة حزب إخوة إيطاليا الفائزة بالانتخابات العامة في إيطاليا تؤكد استعدادها لدعم العلاقات مع مصر على كافة الأصعدة أمين عام الناتو يؤكد أن أي محاولة روسية لاستهداف منشآت تابعة للحلف ستقابل برد موحد ختم نشرة السادساتاتكم من التلفزيون المصرية دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة